بسم الله الرحمن الرحيم شنو الأحماض الكربوكسيلية قال لك هي مركبات تتميز بوجود مجموعة كربوكسيل أو أكثر من مجموعة كربوكسيل ثنتين ثلاث تتكون مجموعة الكربوكسيل من شنو كربونيل وهيدروكسيل عشان شي سموها كربوكسيل في شغلة مهمة هنا وهي الصيغة العامة والصيغة الجزيئية العامة للأحماض وحادية الكربوكسيل هذه هي لازم تحفظها لأنه رح تيك أسئلة عليها أختار الإجابة في الامتحان لاحظوا هنا هذه الصيغة العامة هنا عندك الصيغة العامة التركيبية طبعاً والCO هذين مع بعض الكربونيل والهيدروكسيل يصيرون يسمهم مجموعة كربوكسيل هنا يقول لي تعتبر الأحماض الكربوكسيلية أكثر المواد العضوية حمضية يعني أكثر واحدة تقارد قتل بروتون إلا أنها تعتبر أحماض ضعيفة قل قوة من أحماض غير العضوية التي نعرفها في الأياني سؤالي يقول لي قارن بين هذين الثلاثة منه أكثر حمضية راح تقول أقواهم أو أكثرهم حمضية هو الأجسي ألا أنه حمض قوي مثل ما احنا حافظين الثاني راح يكون الحمض الضعيف اللي هو حمض الأسيتيك الثالث راح يكون الكحول لأنه مادة عضوية لكنه مو حمض كربوكسيلي فالحمض الكربوكسيلي أكثر حمضية منه تسمية الشائعة حق الأحماض الكربوكسيلي من مصدره النباتي أو الحيواني فمثلا لو خذينا حمض الفورميك اللي يحتوي على كربونة واحدة بس اسمه فورميك ليش؟ قال لك لأنه فورم معناها نملة باللاتيني وتلقى بالنمل قصة طويلة الأسيتيك هم جدي لقصة البيوتريك أربع كربونات شنا بيوتان فصار اسمه بيوتريك بالمتيك قال لك أنه نلقى في النخل لأنه نخلب الانجليزي بالم البنزويك لأنه يحتوي شنا بنزايل بس صار شنو حمض كربوكسيلي فصار اسمه البنزويك والله يعنكم هذالي نحفظون ماكو طريقة تستنتجهم السهالة هي تسمية العيوباك كربونا واحدة ميثان ويك كربونتين إيثان ويك ثلاث كربونات بربان ويك بجرد أنك تحط ويك بس هذا كل الموضوع بيوتان ويك وبنتان ويك طبعا إذا كان متفرع نفس الطريقة اللي درسناها كالعادة أنه تعطي هذه أقل رقم ممكن فتعال شوف لي بالله أطول سلسلة وينها لازم تكون تحتوي على مجموعة الكربوكسيل فنبدأ نعد من هنا واحد ثنين ثلاث أربع خمس أو أربع خمس نفس الشي نرقم الخطوة الثانية ترقيم واحد ثنين ثلاث أربع خمس ما أعطي هذا بنتان صح بنتان ويك تمام وعلي شق إيثيل على رقم ثلاثة ثلاثة إيثيل بنتان ويك مقابلها جنة ما ندري نحط كلمة حمض شوف معي هالمثال هذه سيووويتش راح أبدأ منها دايما هي الكربونة لقم واحد فرح نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة هذه أطول سلسلة راح نرقمها واحد اثنين ثلاثة أربعة نحن خمس ستة عندنا شق إيثيل وشق ميثيل فرح أقول اثنين إيثيل ليش إيثيل قبل ترتيب أبجدي بعدين أربعة ميثيل وست كربونات يعني هكسان ويك صح هكسان ويك وما ننسى نكتب حمض هذا مسمي نفسه خالص حمض فينيل ميثان ويك هذا شو نسمي راح نقول والله هذا عليك كربوناتين صح ميناتا هذا حمض إيثان ويك حمض فينيل إيثان ويك استاذ ليش ما قلنا حمض أثنين فينيل إيثان ويك يعني هذي الفينيل على الكربوناة رقم 2 شمعنا ما قلناها أقول لك لأنه ماكو احتمال ثاني غيرها يعني الفينيل في هذا المركب ما لا إلا الكربوناة الثانية تقول تركب على الكربوناة الأولى لا ليش الكربوناة الأولى لا تذكر شكلها قايلة شذي صح بعدين مرتبطه بـ CH2 وهذا هني الفينيل اللي هو رسمته المهم أن ماكو مجالب ديشهني عنده وحدة ثنتين ثلاث أربع ماكو مجالب ديشهني المكان الوحيد حق البانزين أو الفينيل إنه يكون هنا واضح عشان شذي ما حطينا الرقم لأنه ندري أكيد راح يكون على الكربوناة رقم اثنين يارب تكونوا استفدتوا والحمد لله رب العالمين